الكثير من في البرلمان البريطاني عندما تتم مناقشة مثلا حرب العراق أو غزة أو ما حدث بسوريا تجد وفي فلسطين تجد نواب في البرلمان البريطاني لهم جزور وعائلات ما زالت تعيش في المنطقة وهذا أيضا ينعكس على اهتمام الشرع الأوروبي وكيف يرى أضايا الشرق الأوسط العامل الثالث أن أوروبا تعتقد أن هي قلب العالم الحر حقيقة يعني الكثير من الأوروبيين يرون أن أمريكا هي أكبر قوة عسكرية لكن ليست أكبر قوة أخلاقية لأن السياسة الأمريكية الخارجية لم تكن يوما أخلاقية وهذا سوف يكون في رأي الكثيرين بأوروبا السبب الذي سوف يؤدي إلى انفصال ليس اليوم وليس غدا وليس بعد عام لكن عمليا انفصال السياسة الخارجية الأوروبية عن السياسة الخارجية الأمريكية ما هو مؤلم أنه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أصبح من الصعب على صنع القرار الأوروبي أن ينفصل عن أمريكا في الحرب على غزة يعني من حوالي عشرة سنوات أو أقل قليلا كانت أنجل أمريكا المشرق ألمانية السابقة ورئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لديهم مفهوم هام جدا حول استقلال أوروبا الاستراتيجي عن أمريكا هذا بعد حرب العراق وكارسية الحرب في العراق وكارسية الحرب في أفغانستان لكن الحرب الروسية الأوكرانية عندما حدثت أعادت أوروبا للمربع الأول وعادت تابع لأمريكا وفي هذه الأزمة أوروبا تابع كامل لأمريكا على النقيد من رغبة الشرع في أوروبا يعني الشرع في أوروبا يود أن يكون هناك موقف بعيد النظر يعني هذه الأزمة هي انعكاس للشيء انعكاس أنه العالم غضى بصره عما يحدث في الشرق الأوسط وما يحدث في فلسطين واطمأن إلى هذه القضايا يمكن التعامل معها كان بيمنج بأقل الأدوات ما حدث بغزة أثبت أن هذا كله خاطئ وغير صحيح لكن أوروبا للأسف ليس لديها أدوات للضغط على أمريكا للعب أوراق بالشرق الأوسط حتى إذا قدمت أوروبا مساعدات اقتصادية بسيطة أو إنسانية أو دوائية أو أرسلت سفن بها أدوية هذا لا يعني أنه هناك دور قوي لأوروبا حتى الآن أوروبا تحتاج إلى سنوات كي تستعيد زمام المبادرة على أمل أن يكون لديك بعد سنوات إمانويل مكرون جديد أو أنجل أميرك الجديدة لأن الزعمات الجديدة في أوروبا مخيبة جدا للأمال وأعتقد أن الشرع العربي يدرك أنه بعض الوجوه على المسرح الأوروبي يعني لا أريد أن أكون دراماتيكية لكن هي كارسية بمعنى من المعاني بدون ذكر أسماء